بالفعل صامت الشان وهي المنطقة التي تقع في محافظة شمال الشرقية وتحديدا هذا الوادي الذي أقع بمقابله تماما وتحديدا في منتصفه هو الوادي الذي توفي به عشرة أطفال طلاب المدارس بالإضافة إلى عدد من المفقودين الذين تم العثور عليهم لاحقا بصحة وسلامة ببعضهم تم نقلهم إلى المستشفى في الحقيقة القرية وبعض القرى المجاورة تأثرت بشكل كبير بهذه الموجة من السيول التي أتت إلى هذه المنطقة من المرتفعات القريبة والمحاذية لهذه المنطقة تأثرت الطرق بطبيعة الحال والتي يتم العمل على إصلاحها كما شاهدنا في القلال وصولنا إلى هذا الموقع بالإضافة إلى التائرات الكهربائية وبعض الأضرار التي سنأخذ تفاصيلها مع أحد أعيان هذه المنطقة أستاذ سعود بن سلطان أستاذ سعود رحل فيك دكتور كلمنا عن الأضرار التي حدثت وتحديدا قبل ذلك أريد أن أتحدث عن اللحظات الأولى التي وصلت بها هذه السيول إلى منطقة أولا أهلا وسهلا بكم في بلد لكم سلطنة أمان وكما تعلمون أن هذه الأنواء المناخية بدأت من صباح يوم الأحد هناك طبعا صدرت تنبيهات قبل خمس أيام ولكن هي ذروة الأمطار كانت في صباح يوم الأحد بدأت الأمطار في الساعة الثامنة والنصف صباحا وشدة قريان الأودية كان في الساعة العاشرة صباحا مما أدت هذه شدة القريان هذه الأودية إلى إنقراف عدد من السيارات أضرار كبيرة في الممتلكات أضرار في الطرقات ولكن الأكثر أكثر ما يؤلم الأودية التي قرفت الطلبة وكان عددهم عشرة وما نقول إلا قدر الله وما شاء فعل وأيضا سيارة أخرى كان فيها عدد ثنين من المواطنين في وادي آخر نفس الشيء لم يتمكن صاحب السيارة من التوقف وانقرفت سيارته مما أدى إلى وفاة الشخصين في وقت واحد وهم تقريبا من عائلة واحدة أيضا عدد الله وجوركم كيف كانت الاستجابة من السلطات العمانية مع بعض الانقطاع هل كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي وبعض الأضرار التي شاهدنا قبل قليل التعامل معها نعم كانت هناك انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي في المناطق خاصة المناطق التي تقع على ضفاف الأودية وانقطاعات في الطرقات ولكن الجهات المختصة في لحظتها قامت بإعادة التيار الكهربائي والهواتف شكرا لك شكرا لك العفو إذن خالد تحدث عن بعض الأرقام التي تم حرك الكاميرا شوي نشوف المنظر من حولك نعم 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 تحدث عن وكما تشاهد الآن في هذا هو الوادي الرئيسي في هذه المنطقة صمد الشان والتي هذا الوادي تقريبا ذهب به أغلب الضحايا نتحدث عن عشر من أصل ثمانية عشر ضحية ومتوفي كانوا قد توفوا في هذا الوادي تحديدا ثلاثة تم إنقاذهم وأيضا كما نشاهد بعض الأضرار التي لحقت بالتيار الكهربائي الذي يربط هذه المنطقة بالمناطق الأخرى أيضا اللجان الطوارئ التي تم تشكيلها في السلطنة تعمل على إعادة التيار الكهربائي خلال الساعات القليلة الماضية تم الإعلان عن عودة 186 محطة التيار الكهربائي مسترجعة حتى الآن من أصل 226 محطة تأثرت بشكل مباشر يعني خلال أقل من يومين تم إعادة أكثر من النصف من هذه المحط بالإضافة إلى تبقي 40 محطة لتيار الكهربائي لزالت جاري العمل على إعادتها بالإضافة طبعا خالد لا تزال عمليات الإنقاذ وفرق البحث وتحرية الخاصة بالدفاع المدني العماني تعمل على البحث عن مفقودين في هذه اللحظة في منطقة ليست ببعيدة من هنا تم العثور على أحد المفقودين قبل أقل من ساعة ويتم البحث عن زوجتها التي جرفهما سيول سويا حتى هذه اللحظة العمليات مستمرة بالإضافة إلى العمليات الأخرى التي تسند من خلالها السلطنة عبر أجهزتها المختلفة تحدث عن سلاح الجو السلطاني بالإضافة إلى الشرطة السلطانية التي تعمل العمانية التي تعمل على إمداد المناطق المتأثرة والمحاصرة بالمياه بالطائرات المروحية وإيصال وتخليص وإنقاذ الأشخاص من تم إنقاذهم حتى الآن تحدث عن 1500 شخص تم إنقاذهم منذ بداية هذه الحالة حتى هذه اللحظة بالإضافة إلى العمليات الأخرى المستمرة أيضا فرق المروحية التي تصل إلى مناطق وعرة جدا تنقل المرضى بالإضافة إلى عمليات نقل الأدوية إلى تلك المناطق المحاصرة بالمياه أيضا خالد نتحدث عن الساعات القادمة هي ساعات حريجة نتحدث عن الإنذار الثالث لهذه الحالة الجوية كميات الأمطار ستكون أكثر غزارة بحسب الجهات المختصة العمانية التي قالت بأن اللحظات القادمة الساعات القادمة هي الدروة في هذه الحالة فبالتالي التعليمات لكافة المواطنين والمقيمين في سلطنة عمان بتجنب هذه الأودية خطورة هذه الأودية واضحة خالد تحدث عن فقط جريان المياه في هذه الأودية يستمر من ساعة إلى ساعتين وثم تختفي المياه بشكل كامل يعني في أي لحظة من هذه الأمطار قد تعود المياه لذلك تم التعامل معها بالتحذيرات بإيجاد أماكن للإيواء في كل محافظة تم وضع عدد من المدارس والأماكن للإيواء للمناطق الأكثر تضررا أو حتى الأكثر خطرا أيضا هناك ولايتين أو منطقتين في ولاية منسندم تم إخلاؤها بشكل كامل احتياطيا وتم تأجيل أو وضع الدراسة عن بعد يوم غد في كافة أنحاء السلطنة مع عدد محافظتين بالإضافة إلى العمل أو تعليق العمل الحكومي والخاص اليوم في سلطنة عمان خط